اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على حدوث عمل في الزمن الماضي كل فعل دل على حدوث عمل في الزمن الماضي أي الفعل الذي يحدث قبل زمن التكلم فلو قلنا مثلا تعلم فهو قد تعلم وانتهى الأمر ثم نحن بعد ذلك أخبرنا عنه فالفعل حدث وهو فعل التعلم هنا حدث قبل كلامنا عنه ولو قلنا كتبت فهي قد كتبت وانتهى الأمر ثم بعد ذلك نحن أخبرنا عنها أنها كتبت وبالتالي فالعمل أو الفعل فعل الكتاب قد حدث قبل كلامنا أي حدث قبل زمن التكلم ولو قلنا صمنا فنحن قد صمنا وانتهى الأمر ثم بعد ذلك أخبرنا إذن فحدث الفعل هذه الأفعال الثلاثة كلها حدثت قبل كلامنا عنها قبل زمن التكلم وكل الأفعال الماضية هي أفعال مبنية كل الأفعال الماضية هي مبنية وهذا هو الدرس حالات بناء الفعل الماضي وهناك ملاحظة وهي أنه أن الفعل الماضي إذا سبقته أداة شرط أو كان غرضه الدعاء فإنه يدل على المستقبل مثال ذلك إذا اشتهدت نجحت فاجتهدت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتالي المتحركة لكن هو سياغته ماضي لكن يدل على المستقبل لأنه هنا ينصحك لو كنت اشتهدت ما نصحك فهو يقول إذا اشتهدت أنت نجحت لأن نجحت أيضا فعل ماضي لكن يدل على المستقبل بمعنى سوف تنجح إذا اشتهدت إذن فهذا فعلان يدلان على سياغتهم تدل على الماضي لكن دلالتهم على المستقبل يعني في المستقبل إذا اشتهدت في المستقبل سوف تنجح أيضا إذا كان للدعاء فلو قال شخص لك فلو قال شخص لك رحمك الله فهو يدعو لك إذا استجاب الله دعوته في المستقبل بعد كلامه فإن الله سوف يرحمك ويرحمنا إن شاء الله تعالى إذن هذه كم لاحظة فقط إذن الفعل الماضي إذا تصلت به أداة شرط أو كان للدعاء فإن دلالته تنصرف إلى زمن المستقبل ومع هذه الأمثلة لنبين بناء الفعل الماضي بذر الشوكة فجن الجراحة بذر الشوكة فجن الجراحة تلاحظون بذر فعل ماضي مبني على الفتحة الفتحة الظاهرة على آخره فهنا مبني على الفتحة لأنه لم يتصل به شيء فكل حروف أصلية الباء والذال والراء لكن لاحظ هنا فجن إذن جن فعل ماضي أيضا لكن مبني على الفتحة المقدرة فهنا مبني على الفتحة الظاهرة وهنا مبني على الفتحة المقدرة على آخره وفي كلتا الحالتين فهو مبني على الفتح ولو قلنا قرأت سعاد الخابرة فقرأ فعل ماضي تلاحظون أنه مبني على الفتحة ما هو السبب؟ السبب اتصاله بتاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث الساكنة التي لا محل لها من الإعراب لا تعرب بل تسمى فقط أو توصف فقط بأنها تاء التأنيث الساكنة إذن تلاحظون أن الفعل الماضي هنا بني على الفتح بسبب اتصاله بتاء التأنيث الساكنة اجتهد فنجح تلاحظون اتصال الفعل الماضي بآلف الاثنين نجح بآلف الاثنين هنا أيضا تلاحظون أن اجتهد الفعل هذا فعل الماضي بني على الفتح الظاهرة على آخره بسبب اتصاله بآلف الاثنين نجح أيضا فعل الماضي مبني على الفتح بسبب اتصاله بألف الاثنين رحمني ورحمك الله رحمني ورحمك الله تلاحظون رحمني فعل ماضي اتصل بي ضمير النصب والكاف هنا أيضا ضمير النصب رحم فعل ماضي مبني على الفتح والنون هنا نون الوقاية أيضا لا محل لها من العراب ولي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به فأنا هو المفعول به تطلب لي الرحمة لكن هنا دلت علي هذه الياء رحمانين فهذا يسمى ضمير النصب بسبب اتصال الفعل الماضي بضمير النصب الياء هنا والكاف هنا بني هذا الفعل على الفتحة الظاهرة على آخره اعيد رحم فعل ماضي مبني على الفتحة بسبب اتصاله بضمير النصب الياء رحم كأيضا رحم فعل ماضي مبني على الفتحة لسبب اتصاله بالكاف وهو ضمير النصب وطبعا نفض الجلالة فاعل مرفوع على مطرفه ضمة ظاهرة على آخره هنا جاء الفاعل مؤخرا اذا تلاحظون هذه الامثلة الاربع كلها جاء فيها الفعل الماضي مبني على الفتح هنا لانه لم يتصل بشيء وهنا لانه اتصل بتاء التأنيث الساكنة وهنا لانه اتصل بألف الاثنين هنا وهنا وهنا اتصل بلياء وكاف وهما ضميرا نصب اذا ستكون القاعدة ان الفعل الماضي يبنى على الفتح اذا لم يتصل به شيء واذا اتصل بتاء تأنيث الساكنة او الف الاثنين او ضمائر النصب لاحظ هذه الامثلة راجعنا الدروس صباحا راجعنا فعل الماضي مبني على السكون اذا الحال الثاني انه يبنى على السكون تلاحظون انه اتصلت به نون نون الجماع اذا راجعنا راجع فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون نون الجماعة متكلمين نحن ضمير نحن والنون ضمير متصل مبني على السكون في محل افع فاعل والدروس مفعول به منصوبة على متنصبه فتحة ظاهرة على آخره صباحا ظرف زمان مفعول فيه اذا المهم هو راجعنا هنا مبني على السكون بسبب اتصاله بنون الجماعة ايضا حالة اخرى يبنى فيها الفعل الماضي على السكون وهو اذا اتصل بالتاء المتحركة او كما تسمى تاء الفاعل هي متحركة تلاحظون لانها تتحرك من فتحة الى ضم الى كسرة كتبت كتبت وكتبت وكتبتي الدروس كلها اذا تلاحظون كتب فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير متصل هنا مبني على الفتح او على الكسر حسب الجملة حسب الضمير يعني المخاطب كتبت والمتكلم كتبت والمخاطبة كتبت إذن كتب فعل ماضي مبني على الفتح والمتحرك الضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل الضروس مفعول بمنصوبة على متصبه فتحة ظاهرة على آخره إذن لاحظ أيضا هذا المثال الثالث المجتهدات نجحنا إذن تلاحظ هذا الفعل فعل ماضي تلاحظ لا شك أنه اتصل بنون النسوة ولذلك بنية على السكون نجح فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح هنا أنا لا أعلم وإنما أصف فقط النون أقصد النون أصفها فأقول ضمير متصل مبني على الفتح ما هو إعرابها في محل رفع فاعل المجتهدات نجحنا إذن المجتهدات مبتدأ ونجحنا جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدى المجتهدات لاحظ معي أيضا هذا المثال جالسوا ينتظرون الطعام إذن تلاحظ جالسوا فعل ماضي حسب معنى لكن هنا تلاحظ أنه مبني على الضم ما هو السبب يا ترى بسبب واو الجمع إذن جالسوا ينتظرون الطعام إذن فعل ماضي مبني على الضم في محل فعل ماضي مبني على الضم بسبب اتصاله بواو الجماعة وأصف واو الجماعة فأقول وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون أعرف أقول في محل رفع فاعل لأنهم هم الذين جلسوا فالواو يعود عليهم أعيد جلسوا فعل ماضي مبني على الضم والواو لاتصاله بالواو وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ينتظرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعية ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة ووو الجماعة هنا فاعل الطعام مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره إذن تلاحظون أن الفعل الماضي هنا بني على السكون بسبب نون الجماعة ونون النسوة والتاء المتحركة لكن هنا تلاحظون أنه بني على الضم بسبب الجماعة إذن مع الخلاصة أو الاستنتاج حالات بناء الماضي أولا البناء على الفتح ماذا يبنى الفعل الماضي على الفتح كما قلنا إذا لم يتصل به شيء مثل فتحة بدأ ندمة لم يتصل به أي ضمير ثانيا إذا اتصلت به التأنيث الساكنة مثل رسمت وشرحت تلاحظون رسم فعل ماضي بني على الفتح بسبب اتصاله بتاء التأنيث الساكنة أيضا إذا اتصلت به ألف الاثنين فلو قلنا مثلا سمع سمع ألف الاثنين هنا وفهم إذا سمع فعل ماضي مبني على الفتح بسبب اتصاله بألف الاثنين فهم فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إذا اتصل به ضمير النصب أو ضمير نصب مثل سامعك وسمعني سامع فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب لذلك سمي بضمير نصب في محل نصب مفعول به سامعك أنت والفعل الثاني سامعني سامع فعل ماضي مبني على الفتح والنون نون الوقاية والياء ضمير مبني على الكسر مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل سامعني إذن تلاحظون في هذه الحالات الأربعة إذن الحالة الأولى يبنى على الفتح وله أربع فروع إذا لم يتصل به شيء إذا اتصلت به تأنيف الساكنة أو ألف الاثنين أو ضمير نصب مثل الكاف والياء ثانياً الحالات التي يبنى فيها الفعل الماضي على السكون باختصار هي إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء لماذا قلنا رفع لأنه يكون فاعل سواء كان مضموم أو مفتوح أو مكسور ثانياً إذا اتصل بالفعل الماضي ضميرنا الدال على الفاعل مثل كاتبنا وقرأنا وفتحنا وغير ذلك فإنه يكون مبني على السكون مثل رسمنا وشرحنا ثالثاً إذا كان متصلاً بنوني النسوة مثل أطعمنا إذن فتلاحظ أطعمنا فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنوني النسوة ونوني النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل الأمر نفسه مع أعلمنا إذن ثلاث حالات إذا اتصل تاء المتحركة بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون وكذلك الأمر بالنسبة لنون الجماعة ولنوني النسوة ثالثاً البناء على الضم يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل به وهو الجماعة مثل فتحوا وندم إذن هذه هي الحالات الثلاثة التي يبنى عليها الفعل الماضي فإن الفعل الماضي عفواً يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم للأسباب التي ذكرنا قبل قليل ومع هذه التطبيقات الإعرابية حتى يتضح الأمر أكثر لو قلنا مثلاً وزع الأستاذ النقاط تلاحظون وزع فعل الماضي مبني على الفتح بسبب أنه لم يتصل به شيء فهو على أصله ولذلك فهو مبني على الفتح وزع الأستاذ النقاط الأستاذ فاعل النقاط مفعول به فارحت مريم بمولودها فارحة فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيف الساكنة التي لا محل لها من الإعراب مريم فاعل بمولودها الجار ومجرور انطلقا يجرياني انطلقا فعل ماضي مبني على الفتحة لاتصاله بألف الاثنين وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يجرياني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة لماذا من الأفعال الخمسة؟ لأنه فعل ماضي اتصل بألف الاثنين وكل فعل لأنه فعل مضارع اتصل بألف الاثنين والفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو بواوي الجماعة أو بياء المخاطبة يجريان فعل مضارع على مترفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية يجرياني في محل نصب حال للفاعل الألفن هو صاحب الحال الألفن علمني القرآن احترام الغير إذن علمني القرآن احترام الغير علمني تلاحظ علم فعل ماضي مبني على الفتح هنا النون نون لوقايا كما أسفنا مبني على الفتح لاتصاله بضمير النصب وهنا هو الياء طالعت الكتابة إذن طالعت تلاحظون أن الفعل الماضي هنا مبني على السكون بسبب اتصاله بالتاء المتحركة فتقرأ طالعت الكتابة أو طالعت الكتابة أو طالعت الكتابة إذن مبني على السكون بسبب اتصاله بالتاء المتحركة الكتابة مفعول به شاهدنا المصرحية تلاحظ أيضا شاهدنا في الماضي مبني على السكون باتصاله بينون الجماع الصغيرات لاعبنا بالعرائس الصغيرات مفتدأ مرفو وعلى مترفعه الضمة لأنه جمع الإناث ولعبنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وبالعرائس جار ومجرور والجملة الفعلية لاعبنا بالعرائس جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الصغيرات الناجحون فازوا بالجوائز الناجحون فاعل مرفو وعلى عفوا الناجحون مرفو وعلى مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم فازوا فعل مضارع مرفو وعلى مترفعه عفوا فازوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواوي الجمع بالجوائز جار ومجرور إذن إلى هنا ينتهي هذا الدرس على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى إذا لم يكن هنا إذا كان هناك أمر غير واضح أو كان هناك خطأ فلا بأس من التعليق عليه وسنتدارك الأمر إن شاء الله وإلى قادم الدروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر